حين يكون المرء الصاحب جاه ومكانه بين الناس يكون حريص على أن لا يفقده وقد يغمس يداه في الباطل من أجل أن يبقى في مكانه ومثلهم الكثير ولكن هناك من هو عكس ذلك لأنه يعلم كل شيء زائل ويوما ما يترك وحيدا فهل يختار جوار الرب أم الزبانية؟ قصة اليوم عن هان بن عروة أكيد تعرفها أكيد تعرفها ورايح زيارة عدة مرات هو قرب مسلم بن عقل عليه السلام لكن لا أعرف شيء لا عن مقتله ولا عن حياته إن شاء الله سأعرف لك قصة إن شاء الله هان بن عروة المرادي وجه من وجوه الشيعة ورمز من رموز الكوفة وبني مراد من قبائل المذحج اليمانية والذي سكنوا الكثير منهم بالكوفة وهو كان كبيرهم يقال بأنه الصحابي عاصر الرسول صلى الله عليه وآله كذلك أبوه عروة كان صحابي للرسول صلى الله عليه وآله وكان هاني من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وشارك مع الإمام عالي بحروبه ولما جاء مسلم بن عقل إلى الكوفة نزل في بيت المختار الثقافي وبسبب جواسيسه السلطة انتقل إلى بيت هاني وظلت إقامته ببيت هاني إلى وقت استشهاد هاني بن عروة كان في بيت هاني أحد أصحابه واسمه شريك من البصرة جاء مع ابن زياد إلى الكوفة لأنه كان على معرفة به ونزل في بيت هاني أيضا ولما مرض شريك جاء ابن زياد إلى بيت هاني حتى يتفقد حال شريك واتفق شريك مع مسلم عليه السلام أنه يختبئ أو يقتل ابن زياد لكن مسلم سلام الله عليه ما فعل يعني ابن زياد إجا للموت برجلية وما قتله مسلم بن عقيل وخلص من شرة هم سمعت أحد من أهل البيت عليهم السلام غدر بأحد من الناس لا ابن زياد ما كان عند علم وجود مسلم وإلا ما كان إجا أصلا وهذه مو من طبع أهل البيت عليهم السلام مو من طبعهم الغدر يعني حتى لو كلف هذا الأمر تضحية مثل تضحية الإمام عليه السلام إي نعم أهل البيت عليهم السلام ما يغدرون لأن هاي من شيء من جبناء بسبب تحرك أهل الكوفة ضد ابن زياد خاف اللعين وأرسل جاسوس شامي اسمه معقل للبحث عن مولانا مسلم وادعى معقل أنه من شيعة أهل البيت عليهم السلام وأنه ضد ابن زياد حتى يعرف مكان مسلم وبعدها عرف المكان وأخبر ابن زياد وهذا الخبيث ما ظهر الأحد أنه عرف مكان مسلم حتى الأصحاب المقربين وبيوم من الأيام طلب من هاني القدوم إلى القصر حتى يكلمه جاء هاني إلى ابن زياد وما كان يعلم أنه ابن زياد كشف سرهم دخل هاني على ابن زياد وصار يكلمه وصار جدال بينهم قال يا هاني سمعنا أن في بيتك تحاكم مؤامرة ولكن هاني أنكر بهذه الأثناء صاح ابن زياد للجاسوس معقل عندها علم هاني أنه معقل جاسوس وأنه كشف سرهم قال سلمني مسلم قال هاني لا أسلمك ضيفي عندها غضب اللعين ابن زياد وأخذ صوت ويقال أخذ عصى هاني من يده أو ضرب بها أنفة حتى الشمة ثم ضرب بها وجهة فسمع أتباع هاني الصوت ضج صارت فيه داخل القصر هما يعلمون أنه بالقصر فاجتمعت رجال القبيلة عند باب القصر يطالبون بكبيرهم فخرج لهم شريح القاضي وقال أنه هاني فقط حبس الأمير وهو سالم وما بي شيء عندها تفرق أفراد القبيلة يعني انسجن ما قتل بسرعة أي نعم انسجن هاني ولما قتل مسلم سلام الله عليه قتل هاني مباشرة وقطع رأسيهما وكان بالتاسع من شهر ذي الحجة وبن زياد بعث رأس هاني مسلم إلى يزيد وأجسادهم رميت خارج القصر وما دفنها أحد لما يصيب الأمة جبن يفعل هكذا بأولياء الله والكل متفرج زياد منه دفنهم بهذا المكان اللي دنزوره حاليا يقال جاءت زوجة ميثم التمار وزوجة هاني بن عروون معها ودفن الأجساد من غير أن يرى أحد بالمكان اللي معروف هاني ما عنده أولاد يروى انه كان عنده ولد اسمه يحيى هرب إلى قبيلة بعد مقتل أبيه وبعدها التحق بالإمام الحسين عليه السلام واستشهد معه استاذ علاء كلش حلوة المعلومات نبلش تصوير قبل ما نبلش تصوير استاذ علي خلأ قللك نقطة مهمة اللي يريد ينصر إمام زمانة لازم يكون مستعد يكون مثل هاني يقدم خدمة لإمام زمانة ويحفظ سره ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر